استقبل معالي وزير الخارجي عادل الجبير في جدها اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إغاثة الطوارئ مارك لوكوك والوفد المرافق له وإجراء خلال الاستقبال استراض وجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك